أنت عندك قبول وطلع حلوة قوي على المسكريم ما شاء الله عليك بدأت إزاي مشوارك عامل إيه من وانا عندي أربع سنين بدأت في الأوبرا مع المايس رسليم سحاب لحد الآن أنا في الأوبرا متأسسة صح في فرقة عبدالحليم نويرة وطول الوقت بيبقى عندي حفلات في الأوبرا برا الأوبرا برا مصر أغاني كتير بتاعتي الحاليا أنا أصدرت ألبومي الجديد اسمه أصعب إحساس اللي إن شاء الله نعرض منه أغاني في الحلقة تعاونت مع ملحنين كبار في مصر وشعرة موزعين كتير جدا وبكمل بقى مسارتي طول الوقت وكان عندي برنامج كنت عاملاه برضو على قنوات كبيرة ما شاء الله أنت شكلك صغير قوي أيا يعني عايزة أسألك سؤال شايفاً المغني لو عنده موهبة حقيقية لازم يثقلها بالتعليم من سن صغير كمان لازم عايزة أقولك فيه مقولة كده ليقولك إيه لو أنت مثلا عندك عشرين سنة أو خمساشر سنة أو حتى تسع سنين أنا بتكلم على العمر فيه أي حد ممكن يقولك إيه أنت لسه صغير الجملة دي غلط جدا لأننا دلوقتي في عصر سرعة بالعكس أنت لازم تشتغل على نفسك من وانت صغير وما تتعلمش مهارة واحدة مهارات كتيرة علشان أنت يعني كطفل ممكن ما تلاقيش نفسك هنا صحيح ما تلاقيش نفسك هنا بس هتلاقي نفسك هنا فاتح لنفسك أكتر من مجال بالضبط عشان كده أنا مع الأمهات اللي هم لازم يبقى أول ما يعني يخلفوا لازم أن هم يدخلوا أولادهم في كذا حاجة وكذا مهارة حتى لو ما عندوش موهبة في حاجة لازم يعلموهم طب أنت بقى يعني إيه اللي أنت عملته جنب الغنى تمثيل يعني أنا كنت بأخذ ورش تمثيل وكنت فرشة المخرج الكبير خليل جلال واشتركت بقى في حاجات كتيرة تمثيل وأنا صغيرة إعلانات عملت إعلانات لشركات كبيرة كمانا فنانة شاملة ما شاء الله عليك طيب الحفلات الحفلات اللي بتعمليها بره أي أكتر أغاني في الطلب منك؟ التربي وأغانية طب إيه في التربي نفسك؟ سمعوني الوارد